مشاهدين الكرام وينضموا إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب مساء الخير أستاذ ماجد وبداية نحب أن نعرف انتباعاتك عن عملية الانتخابات اليوم من خلال طبعا غرفة عمليات التنسيقية مساء الخير يا فندم حضراتيك والسادة المشاهدين الحقيقة نصبر في التعاملات التنسيقية حتى الآن تم إصدار التقريرين تقرير كان في ساعة الثانية ظهر وان شاء الله يبقى فيه تقرير تاني بعد انتهاء فترة التصويت في التنسيقية مساء رصدنا كثير من الحالات وهي أعتقد أن حتى الآن هي ليست رصد لتجاوزات ولكن من خلاله طبعتنا للإجراءات الانتخاب هذا اليوم رصدنا أعيز أقولك حاجات كتير قوي كان منها أو أهمها مشاركة السيدات والشباب اللي كانت الحقيقة بنسبة كبيرة قوي في أول النهار واستمرت حتى منتصف النهار وده كان بالنسبة لنا جديد لأننا دائما كنت نتوقعين أن تكون المشاركة بعد عادة بعد الساعة الثالثة والرابعة مساء خصوصا في ظروف هذا الجو وفي ظروف الجائحة ولكن فجئنا من التاسعة مساء أن الشباب وقفوا على أبواب الانتخابات من التاسعة صباحا من التاسعة صباحا الحقيقة دي كانت ظاهرة وظاهرة جديدة وده بيؤكد أن كان فيه حقيقي وعي بأهمية هذه الانتخابات مما سبب هذا التواجد وكان لنا برضو الفرق المتابعة اللي كانت موجودة كانت بتؤكد أن فيه التزام تم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللي أقارتها الهيئة بطنية الانتخابات وده كان برضو من الحاجات المهمة اللي احنا لحظناها والحاجات الأخرى اللي لحظناها التواجد الأمني بشكل كثيف منذ الأمس مش النهاردة بس منذ الأمس ليلا حتى هذا اليوم في تواجد كثيف من قوات الأمن وبتقوم بدور مهم جدا في حفظ الأمن حوالين اللي جان ومنع تواجد أي موجهين للأصوات ولكن كان فيه بعض برضو الاقتراحات اللي احنا اقترحناها في التقرير الثاني اللي أصدرناه وهو كان مقترح من بعض الناخبين أن ورقة الانتخابات لها عدد كبير من المرشحين والعصورة على المرشحين العدد المرشح كان بياخد وقت كبير قوي أثناء عملية الاقتراح وكان فيه اقتراح لتحسين الأداء الانتخابي أنه يكون فيه يعني يقارقة على باب اللجنة من الخارج موجود فيها أسماء المرشحين بحيث أن المرشح يبقى داخل عارف هو لو محدد اختياراته يبقى عارف مختار أرقام فيه ما ياخدش وقت كبير أثناء التصويت وفي بعض برضو اللجنة كان فيه لكن فيما يتعلق بهذا الاقتراح هل يمكن بالفعل تنفيذه؟ هل وجدتم استجابة لمثل هذا الاقتراح؟ تم الاقتراحه في انتظار الاستجابة أعتقد أنه اقتراح بسيط وكان موجود قبل كده في انتخابات سابقة ولكنه عدد المرشحين الكبير أعتقد أنه حتى وصل في القاهرة لرقم كبير 97 مرشح والمفهود نختار منهم عشرة فالوقت اللي بياخدوا الناخب للاختيار العشرة بيبقى وقت أكبر أعتقد أن تطبيق هذا الاختيار سيصرع من إجراء العملية الانتخابية ولكن حتى الآن ما زلت الهرطة مجتمعة وما زلنا نرصد الإجراءات وما زلنا نرصد أي ملاحظات على أداء العملية الانتخابية وسيتم إصدار تقارير آخيرا بعد انتهاء عملية التصويت اليوم طيب نحن في الساعة الأخيرة ربما من العملية الانتخابية لليوم الأول هل تتوقعون أن يتزاد الإقبال خاصة أنه تقليديا وكما ذكرت عادة يفضل الناس الذهاب إلى اللجان الانتخابية في المساء عندما يكون الجو أفضل وأيضا بعد أن ينتهي الناس من أشغالهم بالضبط وأعتقد كمان عدم التماح بالأجازات خلال اليومين دوت مخلي يمكن النسبة التصويت في المساءات الأخيرة بتلزاد دايما ودايما اليوم التاني بيختلف عن اليوم الأول في أن التصويت بيبقى أزيد خصوصا أن المرشحين نفسهم على النظام الفردي أو في القوائم بيقوموا بمجهود أكبر من أجل حظ أكبر عدد من الأصوات فأعتقد بخلال السعادة القادمة سيزاد الدون التصويت وغدا أعتقد الدون التصويت تكون أكتر من متوقعنا وضيئة المفاجأة في هذه الانتخابات وده بيدل أن برضو المرشحين قاموا في دور كبير في عملية التوعية وعملية الحجر لهذه الانتخابات وده أعتقد شيء مباشر وعلمة خير أن أخيرا بقى فيه إحساس من داخل المواطن بأهمية صوته وأهمية تأثير صوته بالمشاركة في العملية الانتخابية وده مكتسب مهم من المكتسبات اللي حصل عليها المواطن المصري بعد 30 يونيو أن يبقى ليه حق الانتخاب وصوته مؤثر في صنع القرار وهو ده اللي احنا الضمن بنحس عليه المواطن أنه هو صوتك مؤثر لازم تروح للجنة وتقضي بصوتك قولي اللي انت عايز ترفض أو توافق مش دي المشكلة ولكن إذ لقى بصوتك هو إحدى ثمار الجانيها للمجتمع المصري أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ ميجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب